موسيقى عرفت القدس المحتلة مراسم افتتاح السفارة الامريكية بعد نقلها من تل ابيب بموجب قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ديسمبر المنصرم وتزامن ذلك مع ذكرى السبعين للنكبة ما ادى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى بغزة مشاهدين اهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زويتين ما هي مخالفات الخطوة الامريكية على مصير القضية الفلسطينية واي خيارات امام المقاومة الفلسطينية في ظل التحولات الاقليمية الراهنة تقرير ولد برزاح يضع الموضوع في سياقه ثم نفتح نقاش خطوة نحو سفقة القرن السفار الامريكية تودع تل ابيب وتستوطن بالقدس المحتلة تامي ونحن نحن لك في تأخير ونحن لك في تأخير الامريكي في جيروسلم وإسرائيل كلمات جسدت وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017 تاريخ التوقيع بواشنطن وعد بيلفور آخر في صيغة صفقة القرن بفاعلين جدد وغاية جديدة أهم بند الصفقة الامريكية الإسرائيلية وجود دولة فلسطينية بلا سيادة ومنزوعة السلاح دولة تحت إمارة الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن للخطوة الامريكية لولا موافقت بعض العواصم العربية حسب تسريبات إعلامية تسريبات أكدت على أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة عنوانها تطبع خليجي مع الكيان الإسرائيلي وبتوسيع زوية الرؤية فك ارتباط المقاومة بحلفائها تضييق على إيران وإبقاء الجمود في الملف السوري في وقت تصطف فيه الأنظمة الملكية بلا حراك صمت متحيز لا أمل للفلسطينيين إلا المقاومة بشعار الموت واحد والطريقة مختلفة سبعون عاما من النكبة ولم يمر يوم إلا وعرفت إحدى العائلة الفلسطينية شهيدا أكثر من خمسين شهيدا سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال رفضا لافتتاح السفارة بحضور ابنة الرئيس ترامب وصهره المستشار جيرار كوشنر فهنا المأساة احتفال لينكشف وهن العرب تحت قبة الجامعة العربية التي لم يتعد صوتها السقف حين وصفت أن الخطوة الأمريكية بالغة الخطورة ترحيل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة يفرح المحتل يبهج العراب يقوض المقاوم ويعر من كانوا ينادون بصراع عربي إسرائيلي سقط كل شيء ولا شيء للقضية الفلسطينية سوى أهلها أهلا بكم موضوع حلقتنا اليوم نناقشه اليوم مع السيد محمد عثمان ممثل حركة حماس بالجزائر أهلا بكم شكرا على قبولكم الدعوة كما أسعد باستضافة السيد محمد صلاح ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر وأبدأ معك أستاذ محمد عثمان من قرار رئيس الفلسطين أو تصريح رئيس فلسطيني محمد عباس الذي قال أنه بعد الآن واشنطن لم تعد شريكا في عملية السلام هل انتهى زمن التفرد الأمريكي بالوساطة في القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية اسمحي لي أن أرسل تحية أعزاز وإجلال وإكبار لشعبنا الفلسطيني الثائر في أرض فلسطين وفي الشتات الفلسطيني خارج المخيمات الذين روّوا بدمائهم أرض فلسطين والذين رسموا درب الحرية والعودة من جديد القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وقرار نحن اعتبرناه في حركة حماس ابتداء قرارا عدائيا واعتبرنا كل ما ينبني عليه من خطوات اللاحقة هي خطوات باطلة ولاغية وهي لن تغير في الحقيقة شيئا فالسياق الزماني والمكاني والتاريخي والحقيقة كلها تنبض وتقول أن القدس ستبقى فلسطينية عربية إسلامية وليس لليهود فيها أي حق فيما يخص الوساطة الأمريكية نحن في حركة حماس وفي المقاومة فصائل المقاومة أعلنا حقيقة عدم إيماننا بهذا المسار وأن هذا المسار الذي استمر لما يقارب 25 عاما لم يؤدي إلى قدم إلا لقدم المزيد من الأرض في الاستيطان وإلى تهويد القدس وإلى تهديد مكانة القدس ببرامج التقسيم الزماني والمكاني التي باتت الآن خطرا يداهم القدس صباح ومساء إذن ما هي مستد محمد صلاح ما هي الخيارات التي بقيت الآن أمام الفلسطينيين بعد أن أصبح نقل السفارة الأمريكية أمرا واقعا برأيكم اسمحي في البداية نسجل الشكر لكم وتحية كل التحية للدولة الجزائرية رئيسا حكومة وشعبا وكافة القوى الفاعلة في المجتمع الجزائري تحية إجلال وإكبار لشعبنا بالـ 48 بالقدس بالضفة وقطع غزة وفي الشتات قبل أن أتناول الإجابة على السؤال الذي تفضلت به حاب أشير لبعض النقاط بشكل مقتضب وسريع أولا نضال الوطني الفلسطيني بهذه المرحلة نضال القطع غزة مسيرة المليونية هي جزء أساسي من مجموع النضال الوطني التحرري الفلسطيني بكامل فلسطين التاريخية أيضا هذا الشكل النضالي مسيرة العودة وكسر الحصار هو متناغم ومتكامل مع باقي أشكال النضال أيضا هذا الشكل الذي لمسنا من خلاله أهمية الوحدة الوطنية التي جسدت ميدنيا أهمية الوحدة الوطنية والرؤية السياسية ووضوح الرؤية والقرار السياسي تجسد خليني أقول وزاة الوحدة الميدنية على الأرض واندماج قيادة كل فصائل العمل الوطني والإسلامي بهذا الحراك الشعبي نحن سواء مسيرة غزة أو مجمل المقاومة الفلسطينية مجمل الحراك الوطني الفلسطيني هو جزء أيضا من المقاومة العربية المناهضة للمخطط الإمبريالي في منطقتنا العربي بعد ذلك كمان حتى يعني أكون متناغمين حابب أطم أن المواطن العربي أينما كان والمواطن الجزاري والفلسطيني أنه زمن انتصارات الجيش الصهيوني قد ول لماذا؟ نحن في زمن الآن مراكمة الانتصار المقاومة بفلسطين والمقاومة خارج فلسطين المقاومة اللبنانية قد فرضت معطيات جديدة بالصراع لم إسرائيل لم تعد بهبتها لم يعد الجيش الإسرائيلي بهبته بل لم تعد الإدارة الأمريكية بذات الهيبة بسبب متغيرات الدولية والواقع لماذا؟ كيف نفسر هذا؟ نعم نفسر أنه بإنجازات المقاومة بصراحة خدي محطات آخر 15 سنة أولا أكم حرب دموية تدميرية شنة على قطع غزة شو كانت النتيجة؟ غير التدمير والقتل لم يحقق أي مكسب سياسي طيب اليوم نتحدث كثيرا عن مشروع صفقة القرن هذا المشروع الذي أساسا إسقاط ملفات القدس واللاجئين والمستوطنات وتكلمنا كثيرا على هذا المشروع هل يمثل هذا المشروع اليوم قطيعة مع السياسات الأمريكية السابقة؟ المؤسف المفترض نسبة أنها كرؤية كجابة شعبية وبأظن كقوة مقاومة بالساحة الفلسطينية الموضوع مش موضوع يعني راعي للمفاوضات موضوع بالأساس خيار سياسي لابد من مغادرة هذا النهج السياسي لأنه لنا لا يتحول موضوع الخيار السياسي بكل ما رافقه من مقاسي ومن تراجعات أن يتحول إلى مطلب بالنسبة لنا بالأساس بالإساس التوازن على الأرض القوة على الأرض صموة شعبنا على الأرض طب الحياة شعبنا بكل عنوينها هي اللي بتفرض نوع بتفرض قوة المفاوض الفلسطيني الفلسطيني وبالتالي أنت سألتيني سؤال نعم لابد من الإجابة ليش ليش زمن الانتصارات الصحيونية قد ول ونحن في زمن مراكمة الانتصار لا يعني هذا أنه إحنا حولنا ميزان القوة لصرحنا إسرائيليا ومقاومة لا بالتأكيد لكن صار فينا من توازن الرعب لم يعد الجيش الإسرائيلي لم يعد بمقدوره أن يحارب على أرض غير الأرض المحتلة صار لا مجبر أنه على أرضه شوفي انسحب بلا شروط من لبنان عام 2000 2006 انكسرت عظامه في غزة 2008 2009 2012 2014 والمقاومة متواصلة بالضبط المقاومة تخيارنا هو مواصلة المقاومة بكل أشكال هو أنا الأوان أنه نحكي بوضوح عن وحدة وطنية فلسطينية على قاعدة سياسية وطنية تتصادم مع هذا المشروع ونضع كل خياراتنا سنعود سنعود إلى ذلك في الأسئلة على الطاولة سنعود شكرا أستاذ محمد عثمان أريد أن أعود إلى صفقة القرن هل يمثل هذا المشروع قطيعة مع السياسات الأمريكية السابقة أو هي بعض الدول العربية نفسها هي التي أحدثت قطيعة مع سياساتها السابقة بموافقتها على هذه الصفقة في اعتقادي أن الحديث عن صفقة القرن بالمفهوم التسووي للقضية الفلسطينية لم يعد قائما باعتبار أن حتى موضوع صفقة وما يمكن أن يفهم منه أن هناك مصالح متبادلة بين طرفين الصفقة لم يعد هذا الموضوع في وارد من قدم هذه الصفقة الصفقة الآن تحولت من مجرد أفكار ومجرد رؤى وبدائل إلى فرض أمر واقع وإلى استلاب للحق الفلسطيني والتنكر لحقوقه وثوابته هل يضر اليوم الفلسطينيين إلى قابول هذه الصفقة؟ أنا أقول الرسالة كانت مبكرة حقيقة في هبة القدس وفي هبة بوابات الأقصى كما يذكر الجميع وتبع ذلك الهبة الجماهرية المتمثلة في مسيرات العودة الرد كان واضحا والشعب الفلسطيني كان موقفه هو الأقوى وصوته هو الأعلى والأتراض الشديد طبعا ما أريد أن أقول حقيقة أن حتى الدارة الأمريكية الحالية لم تكن لتجر على تقديم كل هذه التنازلات لصالح الكيان الصهيوني لو لا الضوء الأخضر الذي أرسلته بعض الأنظمة العربية للأسف والتي تعتبر هي متورطة في تصفية القضية الفلسطينية لحسابات إما داخلية وإما لحسابات خارجية هي تريد أن تحرف البوصلة تريد أن تصور الكيان الصهيوني أو تقدم الكيان الصهيوني كيانا طبيعيا في المنطقة وهذا يتنافى مع كل السياقات التاريخية والسياقات السياسية ومع ذاكرة الشعوب سيبقى الكيان الصهيوني هو الكيان الغاصب للأرض الفلسطينية وستبقى الكلمة مرة أخرى للشعب الفلسطيني ولشعوب الأرض لا نعوى الحقيقة كثيرا على الموقف الرسمي وخاصة برأيكم يمكن إفشال هذه الصفقة في اعتقادكم الرد الطبيع الرد الحاصل حاليا في مسيرات العودة وكسر الحصار والدماء التي سالت شلالات الدم التي سالت خلال يومين الماضيين والتي أعلنت وبكل وضوح أنها ستستمر طيلة فترة شهر رمضان وما بعد رمضان لسنزاف هذا العدو وردت الفعل المزلزلة للكيان الصهيوني الذي لم يجد سوى الرصاص الحي ليطلقها على النساء وعلى الشيوخ وعلى حتى المعاقين الذين خرجوا على كراسيهم لمواجهة هذا المحتل بالحجر كان ردا واضحا وحاسما بأن إرادة هذا الشعب لن تكسر وأن سبعون عاما ومائة عام وربما سبعمائة عام لن تكفي لأن يتمكن هذا الكيان الصهيوني من العيش بأمان على أرض فلسطين طيب أستاذ محمد صلاح هل ما زالت هناك أوراق للمجتمع الدولي وكل الدول الدائمة لفلسطين في دعمهم لحقهم في بناء دولتهم اليوم الأمر بالأساس مرتبط بالوضع الفلسطيني بوضعنا بوضع شعبنا كل ما تم تحقيقه من إنجازات على الصعود الأشرطي لها بالمعنى الدولي سواء قرار قبول فلسطيني كعضو مراقب بالأمم المتحدة أو منظومة القرارات والتي أيدتها 128 دولة لولا صمود شعبنا وتضحياته والمقاومة وكل أشكالها لم تحقق ذلك كل ما صمدنا كل ما تمسكنا بحقوقنا التاريخية وطبيعية وناخضنا المخططات وصدينا للعدو ودفعنا عن شعبنا كل ما اكتسبنا من الأصدقاء أو من دول من يدعم قضيتنا وبالذات في إطار المعادلة أو الدائرة خارج التسلط بالنفوذ الأمريكي وبالذات النفوذ الاقتصادي عودة يعني بمعنى العامل الذاتي هو الأساس لنا بعد ذلك طبعا يعني بيجي عامل الإسناد العربي من العديد من الدول بما فيها الجزائر بس عودة لسؤال المواقف الجزائري كان قوي طبعا في هذه ويتميز عن المواقف العربية الأخرى طبعا أدان رئيس الجمهورية هذه الجريمة النكراء عودة لسؤال القطيع نعم بوضوح لابد من القطيع مع السياسة الأمريكية جمهازا إحنا مش هوات معادات الشعب الأمريكي ولا معادات أي جهة بالعالم إحنا ندافع عن قضيانا عن حقوقنا إحنا حركة تحرر وطني ديمقراطي قضية عادلة تصبط أرضنا الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي هي ذات السياسة اتجاه حقوقنا التمايز القرار اللي أشرت القرار ترامب اللي صدر بستة ديسمبر السنة الماضية كان متأخذ عام 1995 من الكونجرس الأمريكي تتكلمتم عن الدول الداعمة من برأيكم اليوم بإمكانه أن يكون وسيطا أو شريكا في عملية السلام بعد أن وصف صائب عارقات الأمريكا إدارة ترامب بأنها أصبحت جزء من المشكلة وليست جزء من الحال بالساحة الفلسطينية أعتقد مجمعين تقريبا على أنه لابد للأمم المتحدة أن تنفذ قراراتها ذات الصلة بحقوق شعبنا ولو بالحد الأدنى هناك منظومة من القرارات للأمم المتحدة لابد من مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة وتحت إشرافها يناقش تنفيذ قراراتها ذات الصلة على سبيل المثال مثلا الموضوع حق العود نعرف كل المشاكل المتعلقة فيه هذا القرار اللي صدر 11 ديسمبر 1948 كان شرطا من الأمم المتحدة قبول إسرائيل في هذا القرار حتى تقبل عضويتها الآن رفضت شكرا فلابد أنه مؤتمر دولي بالأمم المتحدة هي تقوده وتكون حريصة على تنفيذ القرارات نخطب من حول الأول من برأيكم ممكنها أن يكون شريكا في عملية السلام برأيكم اليوم يعني أهل الحديث عن عملية السلام في نظري لم يعد أمرا واقعيا باعتبار أن الحراك الجماهيري السلمي الأخير كان إبداعا حقيقة جماهيريا تجاوز مرحلة الحصار العسكري والحصار الاقتصادي والحصار الأمني وامتناع الدول عن حضور الافتتاح دول قوية دول الأظمى كلنا نعلم أن رفض القرار كان بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة رغم ممارسة الابتزاز والتهديد من قبل الإدارة الأمريكية ونذكر الكلمات التي قيلت نحن سنعد من سيعترض على القرار وسنقوم بمحاسبة الدول التي ستصوت ضد القرار وكانت مواقف أخرى تركيا التي ترادت السفير الإسرائيلي الآن نقول حقيقة هناك مواقف مشرفة لكثير من الدول هناك دعوة كانت من الرئيس التركي باعتباره رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي واجات الاستجابة الأولى والأسرع من الجزائر لتلبية الدعوة لعقد مؤتمر طارئ ربما يوم الجمعة القادم لمنظمة المؤتمر الإسلامي الجزائر بما يملك من رصيد حقيقة بما يملك من محطات شكلت محطات وطنية فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية استطيع كيف تعلقون اليوم على موقف الجزائر؟ عفوا كيف تعلقون على موقف الجزائر؟ موقف الجزائر حقيقة هو موقف متقدم من موقف الدول العربية وهو موقف مساند لقضايا الأمة العربية بشكل خاص والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ما لمسنا حقيقة في رسالة فخامة الرئيس من تنديد واضح بالسياسات الإسرائيل الإجرامية وطلب التوقف عن كل الممارسات اللا إنسانية التي واجهة الشعب الفلسطيني وكما ذكرت الاستجابة السريعة للمشاركة في مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي المزمع عقده يوم الجمع القادم كلها تصب في صالح القضية الفلسطينية وتصب في الاتجاه السليم نحن نتمنى أن تكون هذه المواقف شاهدة على مواقف باقي الدول العربية التي للأسف لم يرقى يعني موقفها إلى موقف بعض الدول الإسلامية كتركيا مثلا أو حتى غير الإسلامية كجنوب أفريقيا الذين سحبوا سفراءهم من الكيان الصهيوني وهددوا بإنهاء العلاقة فيما بينهم طيب شكرا سنعود إلى الحوار في المحور الثاني وسنتحدث عن خيارات المقاولة الفلسطينية اليوم في ظل التحولات الإقليمية فاصل ولا نعود أهلا بكم من جديد في خلف المشهد نناقش في جزئه الثاني مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد النقل الفعلي لاستفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة لكن قبل ذلك نتابع تدخل الدكتور حسن عياش أستاذ التاريخ والقضية الفلسطينية بجامعة فلسطين الأهلية بيت الأحم أقول أن الانتفاضة ستزداد المقاومة ستزداد ما حصل اليوم أمس هو يؤكد ذلك المضاهرات في العالم هي معيدة للشعب الفلسطيني وهذا الجهد المستقل يعتمد الشعب الفلسطيني على نفسه لكن هو يحتاج إلى السند العربي في مثل هذه الأوقات بالذات مطلوب فلسطينيا المصالحة الفلسطينية يجب وإنهاء المقسام يجب حالا ودون تأخر أستاذ محمد صلاح مثل ما قال أستاذ حسن عياش أن المقاومة ستزداد هل للمقاومة اليوم الأدوات لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية إذا سمحت أولا المقاومة بالتأكيد سوف تستمر بكل إشكالها الموقف الأمريكي وإن كان بخطوة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب قد صعد من موقفه الظالم جدا اتجاه حقوق شعب إلا أنه هذا الموقف الإدارة الأمريكية بالمعنى التاريخي هي طبعا ستستمر لكن كيف ستواجهون هذا الوضع الجديد نعم نعم طرما سيدة الكريمة في احتلال طرما في احتلال وفي كيان صهيوني غاصب لأرض فلسطين التاريخية طرما في هناك إبعاد لحق العودة طرما في هناك يعني بمعنى تحويل القدس أو تهويد القدس طرما هناك المقاومة بدأت تستمر لكن هناك مجموعة من العوامل لابد من توفيرها على قاعدة إن المقاومة بكل أشكالها سوف تستمر ما هي العوامل الجديدة أولا أولا لابد من توفير عوامل الصمود لجمل المحامل لشعبنا بكل مواقع القدس الضفة قطاع غزة بما في ذلك الثمانية وأربعين وتحديدا في قطاع غزة مش فقط يعني إزاحة الحصار وفك الحصار اللي مفروض على قطاع غزة من الجهات الخمسة لابد فعلا من تعزيز صمود أهل القطاع تانيا تانيا نعم لابد من توفر دعم على الأقل دعم سياسي عربي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني هون نسجل تمايز الدولة الجزائرية في الدعم السياسي وغيره لحركة الشعب الفلسطيني التحررية وهذا موقف وكل المحطات يستحيل أن ينسى بكل مراحل الجزائر من الاستقلال وما قبل الاستقلال بالمعنى الشعبي يستحيل أن ننسى هذا الدعم وبالذات السياسي عدا عن طبعا محاولة تخلص وفضح وتعريت مواقف جزء من المؤسسة العربية الرسمية التي شجعت ترامب على اتخاذ الخطوة وهي متواطئ لم تكن شريكة بهذا القرار ماذا عن حركة حماس ما هي الأدوات للمواجهة هذا الوضع اليوم وكيف تتابعون الضغوطات الإقليمية كيف تتابع الحركة الضغوطات الإقليمية بالطبع حركة حماس تعي تعقيدات المشهد الإقليمي اليوم وتعي تماما الاختلال في توازن القوى في المنطقة والانحياز الكامل للكيان الصهيوني إما دعما ماديا مباشرا كما يحدث بالإدارة الأمريكية والإدارات المتعاقبة أو بالانحياز المتمثل في السكوت عن هذه الجرائم وعدم الإدانة المباشرة وعدم الزام الكيان الصهيوني بالإنصياع لجملة القرارات الصادرة بحقي فيما يخص جرائمه مع الشعب الفلسطيني ومع ذلك نقول نحن في حركة حماس ورغم هذا الحصار الأمني والعسكري على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني والحصار على حلفاء المقاومة في المنطقة هذا الشعب استطاع أن يبدع هذا الحراك الشعبي السلمي كما ذكرنا المتمثل في مسيرة العودة وكسر الحصار حركة حماس ستشارك جنبا إلى جنب مع قوى الشعب الفلسطيني ولن تتقدم إلا بالقدر الذي يشعرها بالمسؤولية على ذلك على جريمة بحق شعبنا أو بدأ بشن حرب على قطاع غزة والشعب يعيش حال الضغط حال الضغط يعني اليوم مع هذا النقل لسفر الأمريكي يعني يعيش حال الضغط ما هي الحلول المتاحة هو الضغط النفسي ربما هو أسهل أشكال الضغط الذي عناه الشعب الفلسطيني نعم هو الشعب الفلسطيني يشعر الآن بالخذلان يشعر الآن بالتآمر لخلق القضية الفلسطينية يشعر بالعجز الكامل عن فك حصار عن قطاع غزة المزال محاصنا منذ 12 عاما نتيجة صموده في حروب الثلاثة التي تفضل فيها الأخ صلاح والتي تفضل بسردها الشعب الفلسطيني ومع ذلك قادر على دفع المزيد من التضحيات ليس لديه الكثير ليخسره وهو مصمم على أن لا تكون السنة الأحادي والسبعون كمثلات من السبعين لن يبقى الحال على ما هو عليه وهو سيرقب كما قلت سيرقب المشهد وسيمضي في مسيرة العودة وإذا تطلب الأمر مزيدا من الدماء والتضحيات هو مستعد لدفع هذا السمن المقاومة تمارس عليها اليوم ضغوط أيضا عربية وغير عربية هذه الضغوط ليست ضغوطا جديدة ضغوط مستمرة حقيقة وربما الجديد في الأمر أن هذا الضغوط أخذت شكلا معلن الآن ولكن نقول هذه الضغوط صحيح موجودة مستمرة ولكن أيضا مصاري التسوية ويواجه بانسداد أفق ورئيس عباس وكما تفضلت في بداية حديثك صاحب عراقات أعلن في أكثر من مرة بأن الشعب الفلسطيني يشعر أيضا بانسداد الأفق السياسي ويشعر بأن الكيان الصهيوني هو أصبح كيانا محتلا بلا ثمن وكلفة هذا الاحتلال لم تعد باهضة والتالي لا يمكن أن يبقى الحال على ما هو عليه الخيارات الآن كلها تتجه صوب الالتقاء على مشروع وطني للتحرير تلتقي عليه كافة أطياف الشعب الفلسطيني ولو بالحد الأدنى نحن لا نريد أن نذهب بشعبنا إلى التهلكة ولكن لا نستطيع أن نستمر داخل مربع استمر لمدة 25 عاما اسمه مربع أوسلو لم نجني منه إلا مزيد من خسارة الأرض ومزيد من التنكر للحقوق والثوابت أردت أردت من تشير إلى نقطة فضل نحن باختصار فقط باختصار بالتأكيد إحنا مش لازم كقوة مقاومة بكل اتجاهاتنا كحركة مقاومة فلسطينية مش فقط كجبهة شعبية أو حركة حماس المقاومة المجموع الوطني الفلسطيني يجب أن يتحمل مسؤولياته اتجاه هذه التضحيات الكبيرة من شعبنا اتجاه المواقف التاريخية من شعبنا الإخلاص والوفاء لهذا الشعب أنه انفك فيك عقد الوحدة الوطنية كيف ستتحرك المقاومة بحل عسكري أم تبقى في المفاوضات جيها لما نسعى إلى تفكيك يعني عقد الوحدة الوطنية بعد ذلك في إطار حوار وطن الجامل تطرح كل الملفات على الطاولة بما فيها الكفاح المسل يعني بالمفاوضات دائما متبسكون أنتم بالمفاوضات نعم لا طبعا المسابين المفاوضات أثبت فشلوا كيف يمكن العودة إلى هذا المبارد على الوضع الفلسطيني الوضع الفلسطيني يتحمل مسؤولياته نعم بحوار وطني شامل تطرح كل الملفات يعني معالج كل التحديات وفي مقدمة الملفات أو ضمنها موضوع المقاومة الفلسطينية على قاعدة دورها تفعيلها لكن في إطار محاولة الاتفاق على هذا التفعيل بكل مرة ونتفق بكل مرحلة شو طبيعة الكفاح الآن مرحلة الكفاح طريعة غزة كالتكفاح الشحبي بعد ذلك طيب ماذا الآن أمام هجمة أمام أمام اندفاعة الكيان الصيوني بالمجازر بحق أهلنا العزل بقطاع غزة لا لازم نتحاور حول دور المقاومة هل الآن نجدد تفعيل المقاومة وسواء بغزة أو بكل المناطق المحتلة أو أو على الأقل على الأقل نتفاهم طبعا متفقين إذن هل هناك حضوط هل هناك حضوط لتوحيد كلمة كل الفصائل الفلسطينية لا تقول لك استثني استثني رئيس السلطة عنده وجهة نظر مع كل الإحترام لشخصه ولموقعه الرئيس أبو مازل مش مع المقاومة مش مع المقاومة لما نقول كل القوة كل القوة المتفقة على يعني خيار المقاومة عدم يعني عدم انهاء خيار رفض انهاء خيار المقاومة رفض جمع سلاح المقاومة طيب فيه احتلال لازم كل الخيار بما فيه الكفاح المسلح لابد ويعني ما شاء الله عن قوة 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 جبارة بالفصائل الأجنحة عسكرية لابد من دراسة لأنه بصراحة ضرورة على الأقل دراسة هذا الملف على قاعدة صيانة المقاومة وشو دورها الآن شو دورها سواء بعد هذه المرحلة أو في هذه المرحلة المهم هذا لابد من حسمه بالإطار الوطني استثناء طبعا المواقف المعروفة من فلان أو من بعض التنظيمات اللي هي أساسا ضد رمي الحجر أستاذ محمد أتمن باختصار أنا ذكرت حقيقة أن القضية الفلسطينية اليوم تعاني من مأزق التصفية ومخططات التصفية والذي لم يتمثل نقل السفارة الأمريكية بذروة هذا المخطط هناك خطوات مسبقة جرت في تجفيف منابع الدعم للمقاومة وفي استنزاف هذه المقاومة خلال حروب أربعة شنة على قطاع غزة ومحاولة محاصرة قطاع غزة المقاوم اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وحتى سياسيا رغم أننا نعرف نتائج الانتخابات التي أفرزت فوز كتلة حركة حماس في الانتخابات الأخيرة حالة الاستنزاف هذا وحالة المحاصرة المقاومة لعل البعض يقول ماذا أمامنا أن نفعل فلنذهب أو فلنؤكد سيرنا تجاه المفاوضات المفاوضات تعاني أزمة من يهبط ومن يخسر المقاومة صحيح تعاني من أزمات ولكن أزمات وإزمات من يصعد ومن ينتصر وبدل أن كل التقارير تتحدث اليوم داخل الكائن المحتل عن أزمة فعلا عن ربما مفاجأة لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتصر في حيال عشرات ربما المئات من الآلاف إذا زحفت باتجاه السلك الزائل وتوجهت إلى الداخل الفلسطيني لا يمكنهم أن يحدث وجه إذن ما يجب فعله اليوم توحيد كل صفوف الفصائل الفلسطيني ينبغي كما ذكرنا الالتقاء على برنامج وطني للتحرير لا يستثني المقاومة وبشكل خاص المقاومة المسلحة يمكن أن يرتب الخيارات ممكن أن يحدث نوع من التنسيق بين قوى الشعب الفلسطيني نعم نحن نحتاج المقاومة الشعبية السلمية في هذا الظرف الذي تكادم مقاومة المسلحة لا تحظى بحظوظ كبيرة لتسجيل انتصارها كنقطة ارتكاز لا يمكن تجاهله وكما ذكرت هذا يحتاج إلى عودة حقيقية لمؤسسات المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص بنظمة التحريف الفلسطينية وعادت بناء مؤسساتها وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية تشاركية توافقية لا تقصي أحد لا في القرار ولا في تعيين الأخشار شكرا جزيلا شكرا انتهى وقت البرنامج أستاذ محمد عثمان كنت معنا ممثل حركة حماس بجزائر أشكرك جزيلا شكر كما أشكر الأستاذ محمد صلاح ممثل جبهة الشعبية لتحريف الفلسطيني بجزائر شكرا لكم مشاهدين بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة لقاؤنا الأسبوع القادم بحول الله مع خلف مشهد جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة